في المدينة المحاصرة لا زالت الميليشيات تواصل مسلسل الاختراقات المستمر للهدنة الإنسانية المتفق عليها وتشن هجماتها المتكررة على مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني حيث تدور في الجبهة الغربية معارك هي الأعناف بعد محاولات الميليشيات التقدم صوب معسكر اللواء 35 مدرع فيما تؤكد القيادة العسكرية التزامها بالهدنة مع حفظ حقها بالرد ملتزمين في التهديئة ولكن المتمردين لا زالوا يمارسون الأعمال القتالية منها تعزيزات واستحداث بعض المواقع ومحاولات التسلل إلى مواقع المقاومة والجيش الوطني ولكن المقاومة والجيش الوطني تصد كل محاولة المتمردين على احتلال أي مواقع ويضربون مستمرين في قصف المدفعية والصاروخية على المدينة وعلى المواقع المقاومة إلى حد الآن في ظل المفاوضات التي يسعم على أنها في الكويت وفي ظل الحوارات التي يقولون عنها إلا أن هذه المدينة قعلوا لها حوار هو حوار الخروقات التي يوميا يصب عليها الحمام القذائف والرصاص ومغادات الطيران والجميع أنواع الأسلحة استمرار الخروقات في جبهات القتال والقصف العنيف على الأحياء السكنية يتزامن هنا مع المساعي التي تبدلها لجنة تثبيت وقف إطلاق النار من أجل سريان الهدنة والتزام جميع الأطراف الموقعة بذلك قصف عنيف تشنه الميليشيات على أحياء المدينة وحصار خانق يمنع حتى دخول المواد الأساسية للعيش كل ذلك في ظل مزاعم هدنة لم تتن حمزة أمين قناة بن قيس تعيز